أهلاً وصهلاً ومرحباً بجميع المتتبعين والمتتبعات تحية طيبة أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إذن علاقة بالموضوع المشار إلي في العنوان وكذلك علاقة بالموضوع اللي كهم جميع التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا المسجد هو البداية للتسجيل في الاستفادة من المنحة للموسم التراثي 2024-2025 إذن بالنسبة للمدة للتسجيل ستكون تجاوز الواحد لمدة الشهرين إذن البداية للتسجيل ستكون في 20 يوليوز 2024 والنهاية ستكون في 26 جوتنبير 2024 إذن المدة للتسجيل ستكون أكثر من شهرين هذا هو المدة للتسجيل من 20 يوليوز 2024 إلى غاية 29 جوتنبير 2024 وعشرين عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمنحة اللي هي www.minhati.ma بالنسبة للرابط للتسجيل سنخليه في أسفل الفيديو وكذلك في هذا الفيديو سنتعرفه على شروط الاستفادة من المنحة بالنسبة للشروط الاستفادة من المنحة هناك أربع شروط أساسية للاستفادة من المنحة بالنسبة للشرط الأول هو لا يتجاوز المترشح أو تلميذ أو الطالب ستكون عنده أقل من الساعة وشرين سنة ولا الساعة وشرين سنة كذلك أن يكون حاصلا على شهادة الباكالورية للموسم التراسي 2023-2024 يكون حاصلا على شهادة الباكالورية لهذا الموسم 2023-2024 سواء بالنسبة للمتمدرسين أو بالنسبة للأحرار كذلك أن يكون له بطاقة وطنية إلكترونية يكون يتوفر على البطاقة الوطنية الإلكترونية والبيومترية والذي أعتقد أن جميع الذين قاموا بإنجاز البطاقة الإلكترونية مؤخرا كلهم يتوفروا على البطاقة الإلكترونية أو البطاقة البيومترية كذلك أن يكون مسجلا مع جميع أفراد أسرته في السجل الاجتماعي الموحد هذا هم الشروط 24 شروط ما يكونش تجاوز 29 سنة ما عندوش فوق 29 سنة كذلك أن يكون حاصلا على شهادة البكرورية للموسم الدراسي الحالي اللي هو 2023-2024 كذلك أن يكون يتوفر على البطاقة الوطنية الإلكترونية بالإضافة أن يكون مسجلا مع جميع أفراد أسرته في السجل الاجتماعي الموحد وكتذكير أن الرابط في هذا الفيديو أو الرابط للتسجيل في الموقع المنحة سنجعله في أسفل هذا الفيديو والسلام عليكم